حذرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين من تفشي الأوبئة داخل المخيمات في مأرب بسبب الأمطار والفيضانات وأكدت الوحدة التنفيذية أن مخيمات النازحين بمأرب تعاني من تدهور الأوضاع الصحية بسبب الاكتظاظ ونقص خدمات المياه والصرف الصحي وسجلت الوحدة خمسة وخمسين ألف حالة اشتباها بالكوليرا والحصبة وحمى الضنك والدفترية بينهم تسعة أو تسعة عشرة حالة حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري وفي عدن سجل مركز العزل لوباء الكوليرا سجل خفاضا ملحوظا في حالات الإصابة منذ أسبوعين وحذر مسؤول المركز من عودة ارتفاع الإصابات بسبب هشاشة الرقابة على مصادر مياه الشرب في الاستوديو ينضم إلينا وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبه أهلا ومرحبا بك معنا دكتور قاسم نريد أن نفهم حقيقة اليوم شكل الوضع بما يخص هذه الأمراض والأوبئة في اليمن ما الذي تقوم به الحكومة؟ ما الذي في يدها؟ وهل هناك عقبات فعلا تمنع اختزال هذه الأعداد من الضحايا التقليل منها؟ شكرا جزيلا على الاستضافة أهلا وسهلا لا شك أن القطاع الصحي في اليمن كان أكثر القطاعات تأثرا بعشر سنوات منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة اليمنية وبالتالي تأثر هذا القطاع الكثير من الإشكاليات مما سبب ضعف في التغطية الصحية لدينا حاليا ما يقارب 50% فقط من المرافق الرعاية الصحية تعمل 50% خارج الخدمة نتيجة تأثر البنية التحتية أو نقص الموازنات التشغيلية أو غيرها وبالتالي هذه الاشكاليات في عمل القطاع الصحي هي ما سبب عودة ظهور بعض الأوبئة بالإضافة إلى العوائق التي تختلقها ميليشيات الحوثي مثل العراقية التي تضعها في تغطية التحصين وبالتالي تسببت أنها عودة بعض الأمراض مثل شلل الأطفال عاد بعد أن كانت اليمن خالئة منه الكوليرا بدأت لدينا منذ العام الماضي كانت في بدايةها ضمن حالات في النازحين الأفارقة ثم انتشرت حالات في المجتمع المضيف وتوسعت لكن إن شاء الله نعتقد أن الأمور في إطار الانحصار لكن للأسف الشديد أن عودة الأمطار الغزيرة والسيول ستسبب أثر سلبي على انتشار حالات الكوليرا والتغذية مما يضعف استجابة الأطفال لهذه الأمراض ويرفع من معدلات الوفيئات اسمح لي جئت على ذكر موضوع شلل الأطفال من كل هذه الأمراض ربما والأوبئة يعني هل الوضع في اليمن واسمح لي بهذا السؤال أصعب من وضع غزة يعني تمكنوا من إيصال لقاحات إلى غزة واستجابات دولية رغم أن المعارك حامية والصراع أقوى بكثير ولا يمكن تشبيه باليمن هل نجحوا ولم تتمكن الحكومة من إيجاد خطوة ربما لإيصال لقاحات شلال الأطفال إلى الأطفال اليمنيين ومنع هذا المرض نعم الإشكالية لدينا ليست في عدم توفر لقاحات اللقاحات الحكومة عملت مع الشركاء القطاع الصحي سواء منظمات داعمة أو شركاء وعلى رأسهم المملكة العربي العودية ومركز الملك سلمان ومنظم الصحة العالمية واليونيسيف وحلف اللقاح العالمي جافي اللقاحات وفرت اليمن ولدينا متوفرة لقاحات كل الأمراض ومن ضمنها شلال الأطفال لكن الإشكالية التي لدينا أن في عراقيل تضاعها ميليشيات الحوذي بمنع حملات التحصين من منزل إلى منزل التي إسرائيل سمحت بها في قطاع غزة التي هي حملاتها المجتمعية من منزل إلى منزل لدينا في اليمن ممنوع هذه الحملات في المحاوضات الشمالية مما سبب عودة حالات شلال الأطفال بدأت لدينا في العودة اليمن كانت خالية من حالات شلال الأطفال في 2009 لكن في 2019 عادت مرة أخرى في محافظة سعدة ثم انتشرت إلى بقية المحافظات الحكومة وفرت اللقاحات بالتعاون مع الشركاء واللقاحات متوفرة حاليا في كل المحافظات لكن للأسف الشديد الحملات الممنهجة ضد التحصين وتصويرنا مؤامرة دولية ومؤامرة غربية وهذا حدث من أيام فيروس كورونا على ما أعتقد نعم نعم هي أحد المضاعفات التي زادت بعد فيروس كورونا لكن لدينا كانت الموضوع أسوأ لأن هناك تبني رسمي لهذه الحملات من قبل ميليشيات العوذي وهذا سبب لدينا في انخفاض التغطية بعد أن كانت تغطية التحصين توصل إلى 80% من الأطفال لدينا حاليا لا تتعدى 50 أو 60% من الأطفال المستهدفين دون تسن ثلاث سنوات وبالتالي هذا لا يكون عرضها للأمراض وظهور حالات المرضية طيب هل من أدوات اليوم من الممكن أن تستخدم لتقدم ولو خطوة إلى الأمام في هذا الملف ملف الأوبئة والأمراض الوزارة وزارة الصحة العامة والسكان وبتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزارة تعمل مع كل الشركاء الداعمين على كيفية استمرار أقل الحاجة أن نستمر في الخدمات الصحية الأساسية اللي نحن الآن حاليا نغطيها حوالي 50% من المرافق الرعاية الصحية ولو برغم أن سوء الحظ الآن مع تعدد الأزمات في المنطقة حصل انحصار في التمويلات المخصصة لليمن مما يهددنا بصراحة بوضع سيء خلال العام القادم مع انحصار التمويل لدينا فجوة كبيرة في التمويلات الدولية للقطاع الصحي باليمن لكن الحكومة تبدل جهد كبير في كيفية التواصل مع الشركاء ومع الدعمين في مختلف المناطق بحيث نحن نحرص على استمرار أقل الحاجة اللي هي ما يقوم به الآن من عمل القطاع الصحي اللي هو حزمة الخدمات الصحية الدنيا اللي نحن موفرينها لتشمل الرعاية الصحية الأولية سواء تحصين أو تغذية أو صحة أم وطفل وإلى ذلك أي الأمراض التي من وجهة نظرك طبيا تعتبر هي الأشتفة كان اليوم وأيها من الممكن فعلا إذا لم يكن هناك إجراء سريع لمواجهتها فعلا قد يكون لها أثار كارثية على الأطفال وحتى الشعب اليمني بشكل نعم هو الإشكالية الكبرى تأتي في الفئات الأكثر ضعفا والفئات التي هي أكثر تعرضا للمضاعفات الصحية اللي هي يتمثل لدينا في الأطفال دون سن خمس سنوات وهذولا يمثلوا لدينا في اليمن ما يقارب خمسة مليون طفل النساء الحوامل وهذولا أيضا حوالي أربعة مليون تسميات مرأة في سن الإنجاب النازحين وهؤلاء يمثلوا لدينا حوالي خمسة عشر في المي من سكان اليمن حوالي قارب أربعة مليون إضافة إلى هذه الفئات التي نسميها الفئات الأكثر حشاشة والأكثر تعرضة للمضاعفات هؤلاء الذين حصلوا إنحصار في التمويل هتزيد الوفيات اللي فيهم اللي هم الأطفال دون سن خمس سنوات الأمراض القابلة للتمنيع لأنه الخفض مستحويات التحصين الخفض الزيادة هتبدأ تعود إلينا الأمراض التي كان التحصين يقين منها سواء حصبة أو كوليرا أو شل الأطفال أو دفثيريا أو التهاب النموني أو الصدر أيضا الكزاز حالات الدفثيريا حالات السكاط الجنين الأمهات فهذا وإلى الفئة هذه هي الأكثر تعرضة للمضاعفات لو حصل لديها إشكالية ولذلك نحن نحرص في القطاع الصحي على كيفية ضمان استمرار دعم هذه الفئة اللي هي أكثر هشاشة والأكثر تعرضة للمضاعفات بالدقائق الأخيرة أريد أن أسألك ما الرسالة التي توجهها حقيقة حتى لأطفال الحوثي في مناطق الحوثي شكرا جزيلا على الاستضافة لا شك أن الرسالة الآن من هؤلاء الأطفال هي مسؤوليتنا مسؤولية كل أب وكل أم واللقاحات متوفرة في كل مناطق الجمهورية حتى في المحافظات الشمالية التي تحت سيطرة الحوثي اللقاحات متوفرة في مراكز التحصين فنبغي أن نحرص على أن أطفالنا يأخذوا التطعيمات بشكل منتظم ورسالتي إلى المجتمع الدولي والإنساني أن اليمن ما زال بحاجة إلى الدعم وإلى الإسناد وخصوصا إلى القطاع الصحي نتمنى أن يصل صوتك شكرا جزيلا كنت معنا بالستوديو وزير الصحة اليمنية الدكتور قاسم بحيبة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك